المشهد مهيب جدا جدا ولحظة اعتزال الكابتانو حسام غالي عندما تحدث في مهرجان تكريمه وتكلم وكنا قبل المهرجان بنتكلم وبنقول يعني يالت تبقى هادي العواطف الجاي شاتيدا شوية احنا عيطنا قبل حسام غالي كل اللي في الملعب كله بكى قبل الكابتانو ما يبكي موضوع صعب جدا وفيه تأثر لانه شايف يعني حاجات كتير جدا صعبة مر بيها كابتانو ليه مواقف لا تنسى مع لعبة النادي الاهلي ومع لعبة المنتخب وواواواوا لازم احط نقط حتى لو ما اتكلمتش فيها حتى لو ما قلتش كولسها دلوقتي لكن اكيد هتتقال الكابتانو يمكن ظلم نفسه في منتخب مصر وتعرض لموقف حرصا على النادي الاهلي وحرصا على النادي بدون الدخول في تفاصيل في هذا التوقيت شا ما حدش قولك انت بتعمل بلبلة المنتخب ومشاكل وواواوا لكن هيجي وقت وهيتقال كل حاجة فيه بالتفصيل ولكن صاحب الامر حتى الان رافض رافض اي حد بقى عنده معلومة يقولها والموضوع بالنسبة له انتهى اللي كان موجود في استاد هالزع بن زيت وشاف الشعبية والجماهير والهتفات وشاف ان الناس كلها بتتكلم بكلمة واحدة بس ان ده مش وقت لاعتزال لكن برجع واقول ان هو القادر والوحيد ان ياخد قراره وما افضل ان تتخذ هذا القرار وانت قاعد على الكرسي الملكي وانت في ايدك تشتغل وانت في ايدك تكمل وقصة الكابتانو في القصة دي الراجل كان ماشي من النادي الاهلي راح الدولي السعودي خلاص شايف انه ماليش فرصة في النادي الاهلي وعشان اكون واضح معاك وصريح ما كانش فيه برضو يعني تمسك من الجهاز الفني انه يكمل رجع الراجل عشان يختم في النادي الاهلي اتغير الحال تماما وكان مطلب الجهاز الفني ان الكابتانو يكمل ان حسام غالي يكمل لكن هو كان حسم امره خلاص قضي الامر عايز اقول لكم ان من خلال حديث كابتن محمد فضل الشئ بقى والصاحب الجدع والانتيم للكابتانو وحكى الكلام ده مع الكابتن شبيرو معانا في الملعب وقال نصا في ليلة الاعتزال قاعدين مع الكابتانو في القوضة وبنتكلم وكذا ويعني قاعدين معاك كده يعني والامور حلوة ولطيفة وقال لهم يا جماعة استأذنكم بس سيبونا نام في حاجة طب انت ما ده يقلهم لا انتو نسيني ان انا عندي ماتش بكرة ما بيهزرش كابتانو ما بيهزرش هاعد اتكلم كتير قوي عليه وهاعد اقول حسام والغالي والكابتانو عصرته في كل وقته في الملعب وكنت متابعه هو برا وهو جواه والحمد الله كنت قريب منه وشفت قدي ايه الراجل ده بيفكر احيانا كان حماسه زيادة كنا بنقوله لا كنا بنقوله لا واحيانا كنا بنتعاطف معه كتير جدا لكن في الاخر هو كابتن النادي الاهلي لو تسمعوا المواقف اللي زميله بيحتاجوها او بيكلموها ويحكوها هتعرفوا انه لعب مختلف جدا في تصرفاته في كلامه في اداءه في كل حاجة ومش كلام انا با كلام اللعيبة كلام نجوم النادي الاهلي هذكر لكم حاجة وانا معلش هقولها يعني عشان بعد الثورة كانت فيه ازمة كبيرة جدا وكان فيه تخفيض عقود لعيبة و وما كانش فيه فلوس في اي حتة ولا في النادي الاهلي ولا رعاب تدفع ولا اي حاجة لعيبة كتيرة جدا من النادي الاهلي كانت ظروفها زي اي حد بيتعزر يعني ما استحملش يشوف اي لعب في الاهلي عنده مشكلة حل كل المشاكل بدون ذكر جوز لعيبة جوزات كانت توقف على حاجات كله خلص كله خلص من نفسه الحاجة بقى جاية مش جاية من نفسه هو ده حسام غالي لان الغالي هيفضل دايما غالي